أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أمر الشغل بتوفيق الله تحقيق السلام الحقيقي بتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين بالله بالخلاص من غضب الله وعذاب الله وعذاب النار والفوز برضى الله والجنة من الله بتحقيق حقيقة لا إله إلا الله في أنفسنا والآخرين من خلال واحد ابتغاء رضا الله في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى اثنين تحقيق القسط والعدل في أنفسنا والآخرين بالله كما يحب الله ويرضى ثلاثة قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله بقدر قدرة الله آمنا بك يا الله خلصنا إليك يا الله من أنفسنا يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كبيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم عند القيام بأي أمر من الأمور كما يحب الله ويرضى أربعة العمل بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى خمسة الإخلاص لله عز وجل في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى والحمد لله رب العالمين فيكون العطاء من الله لنا أن نكون ملوكا في جنة الخلد إلى الأبد والنقاء من الله لنا في الدنيا والآخرة والتميز من الله لنا في الدنيا والآخرة والفصل من الله لنا بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة والتوفيق من الله لنا بالتمسك بأصل الحقيقة التي هي لا إله إلا الله فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان